بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدام أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قوت القلوب هي الأنوار والبركة والفتح وهي المعاني اللي ممكن الإنسان يعيش بيها موصول بالله سبحانه وتعالى ولذلك أحاديث رسول الله عليه وسلم فيها اللي قاله حظة النبي ما من خير إلا ودلالتكم عليه بأحاديثي وما من شر إلا ونهيتكم عنه بأحاديثي وعشان كده الأحاديث رسول الله عليه وسلم هي الباب الأوسع من السعادة وعشان كده إحنا تعودنا حتى من قبل رمضان وإحنا كمان متعودين إن إحنا نمشي ونقرأ أحاديث رسول الله عليه وسلم عشان إحنا كلنا يقين إن أحاديث رسول الله عليه وسلم مليئة بالنور وإنها جوامع الكلم وإن هي لا تخلق على كثرة الرد وعشان كده اخترنا أن احنا نقرأها من مدخل حضاري مدخل يخلينا في حياتنا نعيش وإحنا بنكمل مسيرة وأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو علمهنا المسيرة التي فيها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فنتكلم في قراءة حديث رسول الله عليه وسلم من مدخل اجتماعي ومن مدخل النفسي ومن مدخل كمان الاقتصادي ونشوف إزاي أن الحديث لرسول الله عليه وسلم بيشبك كل المعاني دي مع بعض ومش هنلاقي حديث بيتوفر فيه هذه المعاني مثل الحديث اللي هنقرأه واللي هنحاول نجلس ما بين إيدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتدارس هذا الحديث عسى أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بما نفعل الحديث عن سيدنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة أنا نفس الشعور اللي انتوا شعرتوا بيه دلوقتي هو اللي بشعر بيه لما أسمع هذا الحديث بشعر بإيه؟ بشعر بإننا في حاجة جميلة في نسمة جده جات على قلبي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يبقى الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر الرسل وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يبقى هو أمر المؤمنين بما أمر الرسل ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له الحديث ده من أروع الأحاديث اللي تخلي الإنسان زي ما يقوله كده عنفه وستراسه من أروع الأحاديث التي تجعل الإنسان في حالة اتزان لدرجة أن الحديث ده من جماله ومن روعته سيدنا الإمام النووي يقول إيه هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام يعني حديث عمدة في الدين ده ليه لو نرجع الحديث مرة تانية يقول إيه إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة وبعدين إيه اللي حاصل في آخر الحديث يتكلم على الجانب الاقتصادي يقول إيه وأن يستجاب له فهو إيه اللي حاصل حديث رسول الله سلم بيقول إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة فشوف الكلام مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام كل دي كلام عن الاقتصاد كلام على النفقات كلام على الكسب فشوف الأول خالص إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة إيه اللي حاصل إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة لازم نفهم يعني إيه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة إن الله سبحانه وتعالى جميل لا يقبل إلا ما كان فيه حسن يعني إيه؟ تعالى ندق إن الله كتب الإحسان على كل شيء يعني إن الله كتب طيابة وكتب طيبة على كل شيء فكل شيء فيه حسن فالله سبحانه وتعالى ما يقبلش الأشياء إلا الأشياء الحسنة ولذلك هل جزاء الإحسان إن الله كتب الإحسان على كل شيء؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء أن الله سبحانه وتعالى طيب كل شيء إلا أن تكون طيبة يعني إيه تكون طيب أن تكون طيباً أول حاجة أن تكون طيباً أن تكون ماذا؟ محافظاً على القيمة الطيب المحافظ على القيمة الطيب اللي هو تلاقي فيه رحمة الطيب اللي تلاقي فيه مودة الطيب اللي تلاقي فيه حنان وتعاون ومسندة يبقى أول حاجة في الطيابة أول حاجة فيها مسألة ماذا؟ مسألة القيمة حاجة كلها قيمة مش حاجة تفهة إن الله طيب يحب الحاجات اللي لها قيمة قيمة يعني إيه؟ وراها معنى مش الحاجات التفهة ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليه يحب أن يهتم الإنسان بسفساف الأمور ولذلك من حسن إسلام المرء من إيه؟ من حسن من الطيابة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يبقى ترك الإنسان ما لا يعنيه اللي هي الأشياء التافهة والأشياء التي ليست لها أمية والأشياء التي ليست هي من مراد الله سبحانه وتعالى فيك يبقى أول حاجة شيء لي قيمة يبقى الطيب هو شيء لي قيمة الأمر الثاني الطيب ماله شيء يأخذ بيدك إلى السير في إيه؟ في العمل الحسن في العمل الصالح يبقى الطيب ده يفتح لك باب إيه؟ العمل الصالح يبقى الطيب هو طريق للوصول للعمل الصالح ونزاك إلا حاصل الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحي أنه حياة طيبة من عمل صالحا يبقى فيه قيمة وفيه عمل صالح حاجة التالتة بقى في الطيبة أني لازم يكون فيها وصل بالله يبقى الشيء اللي هو الطيب تلت حاجات أول حاجة إيه؟ في الشيء الطيب ده أول شيء شيء لي قيمة تاني شيء يوصلك إلى العمل الصالح تالت شيء يجعلك موصول بالله سبحانه وتعالى ونزاك إيه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب يعني إيه؟ ما يوصلش العبد إلا بشيء طيب وكأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الأشياء اللي فيها أي خبث أي قبح لازم الأشياء تبقى حسن يبقى يعني إيه؟ ربنا كتب الإحسان على كل شيء نتأمل كده الله كتب الإحسان على كل شيء يعني كتب إن كل حاجة فيها قيمة يعني كل حاجة ممكن أشوف فيها جمال كل حاجة ممكن توصلني إلى إن أنا أعمل حاجة عظيمة ولزيك حضرت النبي يقول إيه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق يعني إيه؟ إذا لقيت أخاك بوجه طلق فهذا من الإيه؟ هذا من الطيابة هذا من الطيب الذي يقبله الله فالله طيب لأنه خلق الأشياء لها قيم والله طيب لأنه ماذا؟ لأنه يحب العمل الصالح والله طيب لأنه يحب أن يصل عباده الله يبقى أنت تعرف أن الطيب هو اللي فيه معاني التلاتة دي فيه القيمة وفيه الوصول للعمل الصالح وفيه الوصل بالله سبحانه وتعالى وعشان كده لا يقبل يحصل لوصل يبقى الإنسان لازم عشان طب والإنسان لازم عشان يعمل ده يعمل الشيء الطيب بهذه الأوصاف التلاتة يعمل إيه بقى؟ لازم يتحرى الحلال يتحرى الحلال بكل وسائله ولذلك إلا حاصل ثم ذكر الرجل وشوف الكلام عشان يقولك أنه فيه جنس من البشر كده كلام حظة النبي كلام عجيب وكأنه بيرسمننا إيه؟ ثم ذكر الرجل الرجل يعني بنا آدم بعينه لا الرجل إنسانا إيه اللي بيعمل للإنسان ده؟ ثم ذكر الرجل يطيله السفر يعني إلا حاصل؟ بيتعب وبازل مجهود وفيه مشقة وإيه اللي يحصل يرفع يديه إلى السماء كويس يبقى الرجل واخد أسباب إيه؟ استجابة الدعاء بس شوف فقا في شيء بينخر ولذلك إيه اللي حاصل؟ الحرام هو سوسو الدعاء يعني إيه اللي حاصل؟ يخلي الدعاء كده كأنه مسوس يعني إيه اللي حاصل؟ مش قائم دعاء كده لا نفع فيه يقولك إيه؟ ماله ده ما لبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له طب ليه طيب ما يستجابش لي ومعكونه؟ قال له لا لو الله سبحانه وتعالى لو استجاب له يستجاب له استجابة فتنة مش استجابة إيه؟ مش استجابة رحمة خلي بالكم من الاستجابة نوعين استجابة رحمة واستجابة فتنة استجابة الرحمة اللي هي استجابة إيه؟ العبد يدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب له ويرحمه مما هو فيه والاستجابة على فكرة هتكون على مراد الله مش على مرادك أنت وفي استجابة فتنة ربنا يا سبحانه وتعالى واحد يدعي فيستجيب له فيقول إيه ده إيه ده؟ ده ما نجرب ده طب ما أنا كده كويس وهو هيكون على الشر فربنا لما استجاب له استجاب له عشان ايه يفتنه يفتنه يعني ايه يختبره هل هيتوب إلى الله سبحانه وتعالى يعود عما هو يفعل ولا لا وعشان كده العبد لما هو يدعو الله سبحانه وتعالى لازم يكون منتبه على طول هو بيدعو الله سبحانه وتعالى ويده ملوثة بالقبح يده ملوثة باخذ مال الناس لسانه ملوث بسب الناس والخوض في اعراض الناس ازاي انت جرؤت ان انت تقدم على الله ولسانك ملوث بهذه بهذه القذورات وهذه الاوحال ويدك مليئة به قطع النار مش حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن قطعت له حق اخيه فقد قطعت له قطعة من النار فليأخذها او ليدعها وهو دات اللي يخلينا نروح لكلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد النبتة من سحت فالنار واولى به فإن اللي حاصل في لهيب والله سبحانه وتعالى يحب الرحمة بعبادي وعشان كده هو عايزك تمتنع عن الحرام مش تمتنع عن الحرام عشان يستجيبني دعاك لكن تمتنع عن الحرام عشان تبقى في رحمة وفي ساحة مولاك وعشان كده الحديث هنا حديث عجيب إذا أردت أن أنت تربي ابنك تربي ابنك على إيه؟ على أنه ما يعملش حاجة إلا ويكون لها قيمة ما يرفعش ألم ولا يكتب بخط إلا وبيعمل حاجة دي ووراها معنى وراها قيمة عشان يبقى دا أول الطيابة الحاجة التانية أنه ما يعملش حاجة إلا وهي بتوصله للعمل الصالح ما يعملش حاجة وبعدين توصله للكبر ولا توصله للغدر ولا توصله للحقد ولا توصله للإيقاع بالناس لا يتعلم أنه هو يشوف مآلات الأمور الأمر دا هو يوصله للعمل الصالح ولا لا آخر حاجة لازم يتعود أنه هو لما يجي يعمل للعمل الصالح يتحسس قلبه يتحسس قلبه يعني إيه؟ كيف يجد قلبه يجد قلبه موصولا بالله إيه اللي حاصل قال الأول لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك فقال أصبحت وكأن عرش ربي لي بارس خلاص أنت عرفت الحقيقة أنت موصول أنت من أهل الوصل يبقى أنت لازم تعرف ده عايز تبقى طيب دايما تحسس قلبك مرة سألت بعض الناس قلت له آخر مرة تحسست قلبك إمتى قال لي ياه مش فاكر فقلت له أنت حسس كده أن أنت طيب قال للأسف لا ساعة ما بتحسس قلبي بحس أني فيه نور غريب خد كل السواد اللي في قلبي ووده عندي ربنا وأحس أن أنا منكسر وأحس أن أنا مفتقر لله سبحانه وتعالى وأحس أن أنا عندي نعمة ونور ونظر من الله سبحانه وتعالى ولذلك يا سيدة لازم نربأ أولادنا على ده على المعاني دي ونستمر في تربيتهم طول الوقت وهو هتفتكر أن عدم استجابة الدعاء بعض الناس بيحصل لهم بقى فتنة تاني لما ربنا ما يستجبش لدعاءه يجي بقى بعض الناس المتشددين يقولوله إيه؟ يبقى أنت في مشكلة في أكلك أنت بتاكل حرام روح دور يفضل يدور 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 لغاية ما إيه؟ يلاقي أي حاجة فيعمله شبهة فيروح سايب شغله ويخرج الفلوس من بنك يعمل أي حاجة عشان يحس أن إيه؟ أن دوتا هيوصله لاستجابة الدعاء لا ربنا استجاب لدعاءك بس لازم تعرف وتتيقن بكلام سيدي بن عطاء الله السكندري اللي هو بيقول إيه؟ لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء مو يجبا ليأسك ما تخليش أنت وبتلح في الدعاء ومع ذلك ما حصلش تأخر أمد الإجابة ما يخلكش توصل لليأس فهو ضمن الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد خليك دايما مع الله سبحانه وتعالى ومتيقن من إجابته لأنه هو اللي وعدك والله لا يخلف الميعاد أمن يجيب المضطر إذا دعاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعاه ربنا مش بس بحق آلنا اللي احنا بندعوه بيه ربنا بربنا ربنا يهذبنا ويربينا ويربينا عشان نعيش طيبين بعض الناس لو أعطاه من الله سبحانه وتعالى يغتر ويتكبر ويتجبر ونزاك ربنا سبحانه وتعالى يربيه ولازم نتخلص مع بعض من وهم عظيم اسمه وهم الإله محقق الأمال ربنا مش ربنا عشان بيحق آلنا اللي احنا عايزينه ربنا ربنا عشان بيوصلنا للطيابة الله سبحانه وتعالى يربيك لتكون طيبا يربيك لتكون طيبا فإن يحصل يربيك على أنك أنت كل شيء تبحث له عن قيمة ومعنى كل شيء تحاول أن يوصلك إلى عمل صالح كل شيء تحاول بقدر إمكان تتحسس قلبك وتجد موصولا بالله ساعتها تكون طيب وبتعمل عمل طيب وساعتها تكون من المقبولين واجعلك الله سبحانه وتعالى في مقعد صدق في ساحة رب العالمين يا رب اجعلنا من الطيبين واجعلنا من أحباب العمل الصالح ومن أحباب الوصل بك يا رب العالمين حتى لا نفعل شيئا إلا وله قيمة فنكون لنا قيمة عندك يا رب العالمين ويكتب على قلوبنا ولكنك عند الله غال اللهم اجعلنا يا رب من أهل محبتك ومن أهل الطيابة حتى ندخلها على ساحتك في كل وقت وحين يا رب العالمين بعد الفاصل نلتخي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسوا اشتركوا في القناة